نعود نولي إلى خبر مليح خبر في نهاية الأسبوع كان ملفت للانتباه في ثانوية عبد الرحمن مناصرية بلدية طامزة بخنشلة حيث قام عدد من الطلبة الطلبة الثانوية بتكريم مدير الثانوية الأستاذ عيساوي محي الدين بتكريم خاص نادرا ما نجد هذه الأخبار تعرفوا إحنا دايما نهاية السنة والإعلام يركز يعني سنة التلاميذ يمزقون كراريسهم ويحرقون ويقضفون الأساتداء بالحجارة ويحرقون الكراريس هذه المرة تلاميذ تنوية في خنشلة يكرمون مديرهم بعمرة يعني هذا الخبر انتقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليس في الجزائر فقط تعرفوا العالم قرية صغيرة حتى في قريته في وسائل الإعلام العربية أن في الجزائر في بلدية اسمها تامزة في ولاية اسمها خنشلة في تنوية اسمها مناصرية عبد الرحمن كرمت طلباء مديرهم ويشوفوا هذه الصورة ما أجملها هذه الصورة وهم يحتضون المديرهم طبعا المدير لأنه إنسان خدم باش ما نقولوش كين تلاميذ ربما لا يستطيعون حتى يعني الجلوس إلى ساتدهم مدرعهم مع احترامي للجميع بسعاد المحبة مسألة أربانية ما هذه مسألات عقلوب يعني ما عندهاش علاقة بمكانة الأستاد ومكانة المدير بسح باش يوصلوا إلى درجة أنهم يفكرون في تكريم الأستاد أو المدير بعمرة فمسألة يعني أنهم وصلوا إلى مرتبة عالية من حبي وتقديري وعرفاني ما قام به هذا الرجل فهذا الحفل تم في أحد مدرجات المؤسسة بإشراف من تلاميذ التنوية ومجموعة من زملائهم أين أهد الطلبة عمره للبقاء المقدسة للمدير عرفانا وتقديرا للمجهودات المبذولة من طرف خدمة للمؤسسة يعني حتى التلميذة تحكيوا كيف يجدروا الحفل ترجمة نانسي قنقر